يا صباح الخير عن جديد انتشر مفهوم الديتوكس بين الناس ويعرف بأنه مشروب يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن ولكن هذه الكلمة تعني تخلص الجسم من السموم الضارة التي تتراكم فيه هناك من يرى أن هذا النظام مفيد للجسم والبشرة ولخسارة الوزن والتخلص من السموم بنسبة 100% ولكن طبعا أي شيء فيه أضرار فكيف نستطيع أعداده في المنزل وما هي أضراره نتابع هذه المادة نجاوب على كل هاي الأسئلة ونعرف تفاصيل أكتر عن الديتوكس مضار وفوائد نجاوب على كل هاي الأسئلة ونعرف تفاصيل أكتر عن الديتوكس مضار وفوائد واختصاصي التغذية معنا بالاستوديو أسمع جبيسة صباحك وأهلا وسهلا فيك وصباحكم أهلا فيكم أسمع كثير ناس ممكن ما بتعرف أو بتسمع بس عن الديتوكس بس ما بتعرف تفاصيله يعني نحكي شوي نعرف عنه بالأول وبعدين نكمل روان هو الديتوكس تقريبا خلينا نقول تنقية لأجهزة جسم الإنسان نحنا من أول ما من نولد لهلا بيتم عم يدخل على جسمنا الحليب المخبوزات الخميرة فهي المواد كلها نوعا ما بتعطي مثل خلينا نقول غازات صغيرة جدا موجودة بالأمعاء ما بتطلع بالأكل أو بالمشروبات أو بالشاي بتتم التراكمة ممكن تضغط على الرئة ممكن تضغط على القلب في ناس بيصير عندها ضيق تنفس ما بتعرف ليش في ناس عندها نغزة بالقلب ما بتعرف ليش ومنا في ناس كمان اللي عندهم مشاكل قلون أصلا مزمنة فبيعانوا أكتر وأكتر من هاي النقطة طيب أنا كيف بدي أعمل أن ينقي هذا الجهاز أو فيك فيني إلك نشط كل أجهزة جسم الإنسان من جوه عن طريق هذا الديتوكس طيب بما أنه ما في خلاف على أنه هو بنقي جسم بس شو الآلية؟ الآلية أنه أنا لما دخلت فايبر عفوا الديتوكس ما فيه تقريبا بروتين ولا فيه لا الأجبان ولا مخبوزات ولا خميرة البيرة اللي موجودة بالخبز اللي هي عم تعملنا كلها التلبك والمشاكل الناس اللي عندها هستامين أو عندها تحسوس الجلوتين عفوا فهي لما دخلت أنت الفايبر شو صار زادت حركة الأمعاء لما زادت حركة الأمعاء دورة دموية عطت الكبد لأنه الكبد هو مسؤول عن إفراز الهرمونات والفيتامينات والمعادن ولما الكبد بيكون كتير مخنوق أو حتى هيك بيصير فيه مثل حتى نقول عليه طبقة ما نؤدران ينتج كما يجب فبيجي هذا الديتوكس بيسمح أنه كل أجهزة الجسم حتى الدورة الدموية أنه تتنشط وتتنقى ويتحسن عمله في المرحلة اللي بعد الديتوكس كنت عم بسألك أسما نحن نعرف أو نشوف على السوشال ميديا أنه مشروب ديتوكس بيبلش وبيخلطوا فيه ناس بتسد إنفا وتكرع ما بعض شو بيكونوا خالطين أكتر من النوع قلت لي لا أنت بتفضلي الأكل نحكي شوي عن المكونات إن كان المشروب اللي بتستخدمه بعض الناس أو ما بعرف إذا أنتوا بتوصفوا أو حتى موضوع إذا كان عن طريق أنه هو مأكلات فقط تمام روان نحن ما بدنا نطلع كتير عن التقليد اللي عايشين فيه تجي تقليلة خلطي سبانخ مع مدرشون ناس ما بتقبله وأنا مشتركيني ما بحب إزيون أو إزعجون وإلا غصب نعنك شربي ما بحب حط أشياء غريبة عجيبة خليني ماشية مع رتم المجتمع وشي طبيعي وبالمعقول شو منعمل؟ منعمل دراسة لهذا الملف منشوف هذا الجسم شو حاجاته وشو مشاكله في ناس عنده حساسية ضد نوع معين مثلا من الأكلات في ناس ما بتقدر مثلا نوع معين من الأكلات تتزوقوا أصلا من الخضار فمنحط لها البروغرام اللي بناسبة على هذا الأساس البروغرام بيكون مصنف مثلا أنا عندي خضار ورقية الصباح خضار مثلا حب مثلا خلينا نقول وقت الظهر وثالث يوم ديتوكس طبعا ديتوكس ثلاث أيام ثلاث أيام فقط فقط ثلاث أيام من دون دخول بروتين أبدا من دون أي واجهة آخر يوم بدخل شريحة سمك صغيرة كتير لأنه هلأ بحكي لك أعراض الديتوكس وشلون بيصير معنا ونحن الحمد لله ماشيين فيه مع مشتركين صار ثلاث سنين وما في حدا إلا بيقلنا النتائج يعني كتير حلوة من ثلاث أيام بس تأثيرهم عجيب على الجسم بس نعطي أمثلة يعني ورقيات مثلا بتكون طيب على حسب كل جسم يعطي وصفات يعني أنا ممكن أعطيكي وصفة عامة بس هي بتختلف من جسم لجسم يعني أنا ما بحب أوصف هاي المشروبات المخلوطة ممكن نعمل خضار الورقية الجرجير الخاص الملفوف ما بيهمني أبدا الكوانتيتي بيهمني الكواليتي يعني أدما أخذتي مثلا ثلاثين تفاحة ما عندي مشكلة المهم ما تطلعي عن صنف التفاح تمام إذا قلت مثلا ملفوف أدما بدك كمية بس لا تطلع عن صنف آه هو نوع واحد بيكون مثلا لا ممكن يكون عندي سبع أنواع خضار بالنهار أول يوم أبراق خضار ورقية الصباح مو شرط ممكن ندخل الشواندر على حسب حالة الجسم في ناس بتتحسس من مثلا بتقولك أنا ما بقدر شمرحت لخيار أنا بيمرق معي هيك أشخاص بتقولك ما بقدر لخيار دوقه أو شمرحته أو في ناس بتقولك الخس ما بحبه أبدا فبتستبدل معناها هو حسب الرغبة وليس مثلا مبني على موضوع التحليل أو مثلا حساسيات معينة التحليل ما الفولدري اللي بقدمه للسيدة قبل الاشتراك هو عبارة عن مثل تحليل لحياته اللايفستايل التاريخ المراضي الأدوية المستخدمة حتى منحكي قد ما فينا عن قدام نشرب مي قدام ننام شو عنا حساسية بجسمنا والتحالي المرفقة كتير دقيق الموضوع أبدا مولعبة لأنه إذا بستلم ملف لحد عنده مرضى سكري ممكن نروح على الإسعاف فالموضوع أبدا مولعبة طيب بالنسبة للمشروبات المتعارفة عليها والناس كتير بيعرفوها مثلا بيحطوا بقدونس وتفاح أقدر وخيار ممكن أو هيك شي باختلاف يعني المواد شو رأيك فيه وشو المواد يعطيني مثلا مشروب ديتوكس أكتر شي متعارفة علي هلا البقدونس مع الوصفات اللي قلت أول شي معروف البقدونس وأصلا موجود بالديتوكس أنه هو منقي للكيلة لأنه الكيلة بترسب فيها أملاح وبعد ما ترسب أملاح بعد فترة لا سمح الله بيصير عنها مثل بيقولوا بحصة أو رمل أو في ناس تتطور مع القصة بتوصل للفشل الكلوي فنحن شلون منقي الكيلة ومنقيها عن طريق مشروبات البقدونس بس أنا بالنسبة لي كخصائية تغذية ما بوصف مشروب في هيك خلطات عجيبة أبدا بوصف خضار ورقية خلي الفايبر تدخل يعني أنت لما عملت هذا الميكستر أنت شو استفدت يعني شو أضفت عرفت؟ ما هو نفسها؟ نفسها أنا ممكن أعمل مثلا التبولة أو السلطة اللي أنا قلتلك عليها أو مثلا ده التبولة إذا بنحك تبولة بدون برغل بدون برغل طبعا بدون برغل تماما زيت الزيتون مسموح الليمون مسموح الخل مسموح رشة ملح مسموح بس بدي بعد عن البرغل وهلأ أبلش مثلا حسب إذا عندي مثلا بنت بقل لا فينا ندخل شواندر بندور هيك إذا شاب بقل له لا بعد عن الفواكه أو الخضار الحمراء خلنا نروح أكتر للخضار الخضراء لقينا المفعول أكبر السيدة أول يوم شو بتقلي أنا كتير منهكة فارطة ماني قادر يوقف تعبان من الديتوكس تعبان تاني يوم صداع شديد تالت يوم طاقة رهيبة نشاط رهيب بشرة عم تلمع شو السبب؟ نقيت الكبد ما الكبد مبايته البشرة لأنه يعني أنت منعت أصناف نحن من ولادتنا بناخدها وهي الأصناف قاعدة مثل حمل على القلب لما أجا بس فايبر بس فايبر الجسم نصدم ونحن هادل يبناء وأصلا أكتر من ثلاث أيام هاي الحميازي اللي عم يعملوه على الحالة الوثساب جماعية وهي أبدا ما بنصح فيها ونتبهوا كتير منيح أكتر من ثلاث أيام كتير خطير بعد ثلاث أيام؟ يوم أوف استراحة للجسم حتى يصحصح من الشي اللي فات فيه بعدين بنبدأ حميتنا الغذائية اللي هي تنزيل شو حوم لأنه ديوكس ما بينزل شو حوم انتبهوا هو بس تخلصوا من السموم بالضبط سموم والمياه والأملاح سموم مياه محتبسة في ناس عند احتباس سوائل أملاح كمان محتبسة غازات ونفخة ممكن تكون كمان رواسب أطعم وفضلات متراكمة جوا ما بتطلع إلا بتعزيلة أعضاء الجسم الداخلية أنا مرة جربت شغلة اللي هي خضار ورقية فقط بس عيران اشرب عيران العيران شو وضعوا بها؟ العيران مداخل أبدا بديتوكس أبدا هذا ديتوكس رواني مخصوص مخصوص لا مو أنا اللي اخترعته لا هني دارج دارج هي معا حق يعني عقدنا بيعملوا وصفات وبيدخلوا لك جبنة وخبزة وأربعين يوم ديتوكس جماعي هات كله تخريف يعني أمار أي علاقة بدي تكسل حقيقي يلي بدي يشوف علي نتائج طرقتي لموضوع حكيتي على موضوع البشرة الدائل ويمكن فوائد موضوع دي تقص على البشرة تأثير رئيب يعني أنت متخيلة أنه جسمك متعطش لهي الفايبر يلي جسمك ما عم ياخدها مثلاً خصوصاً إنه ما فيه سكريات كمان سكريات نحن نشوف شبتها بس رو في الفواكه فيه سكريات هلأ التفاح يعني فيه نسبة مية عم من السكر إنه الواحد يقوم على حل وممكن بعدين يومين يعني ما رح يخلص بأشي الحال إلا يعني بإلا أنه 3 يام من العمر بتجرب من لي؟ بتجرب؟ يعني 3 يام من العمر فيه ناس ما عدا يعني أنا ما بدي أحداً ما عود ما فيه إرادة إلى 3 يام بس؟ يعني بصراحة ما أحكي ولا كلمة بس فيه ناس هيك فيه ناس بتقولك أنا بستعدي يمكن الأرهاب أسماء كمان بيخليهم أنه يتركوا أو ما يضاينوا يمكن لها ثاني يوم مين أذك ديتوكس بنشر؟ يعني أول يوم اتفقنا أنه الجسم بخربط ومنهارة قوة ثاني يوم الصداع هي الشكوى العامة لكل السيدات ثالث يوم بتقلك اللي عم يقلوله رفقاته شو سير معك بحياتك حتى هالأدعم تبرد؟ طيب عم يسألون أنه ديتوكس 3 يام بس ديتوكس ما بصير يأخدوا معه أي شي تاني؟ لا خلص أنت يعني هو أسهل من رمضان أسهل من رمضان فيه أكل عالك بالكوانتيتي مفتوحة يعني لو بدك مثلا ثلاثين خصة معقول بس ما مثلا نغير الأصناف ثلاثة أيام فقط وبعد هيك بتلاقي نشاط الجسم تبدل شعر الأضافر البشرة كلها تنشطك طيب فيه ناس ما قادرة تحط اختصاص تغذية وتدفع اشتراكات وهيك شو نصيح تكليلون حابين يعملوا ديتوكس شو بتقليلون؟ أبقللون مي وليمون على الري هاي أساسية لكل أنواع الأجسام مي وليمون على الري بس عصرة ليمون خفيفة ما بدي أنا يصبع عني فائدة أسمع من المي والليمون؟ أول شي حتقبضوا شوي الشهية تاني شي ديتوكس للكيلاتا ثالث شي رح يعني يفرق معي خلايا أنسجة البشرة بشكل عام طبقة الأدمة لأن هي بحاجة لهاي المينرالزي الموجودة بالليمون بعدين الغداء ممكن نعمل صحن تبولي ممكن مثلا نمرق شوية فواكه مجففة مثل التين المشمش العنب ممكن هذول الفواكه المجففة شو بيعملوا؟ بيكون صوائلهم مو موجودة فبيكون مركز كتير فيهم السكر والألياف فبتمشي المعدة أو خلينا نقول ممكن يعني جوة المعدة حي تتكسر كل الأمور اللي يترك ولكن إذا فواكه طازجة ممكن لا إحنا بدنا المجففة تمرق كسناك ما بين الوجبات لأنه مثل ما قلت لك سكرياتها مكثفة وأليافها مكثفة لأنه المي منها مسحة أو مجففة كتير بتأثر على تحسين عمليات الديتوكس كمان تالت يوم بوصف أنه يكون في عنا حمامة في نقطين لفندر هذا بيساعد على طرح سموم الجلد لأنه أنا نوعا ما عم يعني فايتين ببروسيس تنظيف لهذا الجسم أو خلينا نقول تعزيلة أعضاء الجسم تنشيطها ترجع تشتغل أحسن من قبل حلو بس سؤال أخير لأنه في كتير صبايا سألوا أنه بعد الثلاثة أيام بيأخذوا وجبة الصبح والمساء هي عبارة عن المشروب الديتوكس ويمكن وجبة الغداء بتكون عبارة عن بروتين وسلطة حلق بعد ثلاثة أيام الديتوكس يوم أوف يعني خدي اللي بيحلالك لأنه السمنة عملية تراكمية ما بتحدث بيوم واحد وهذا اليوم الأوف ضروري لحتى لما يكون في عندي الصداع بيكون في عندي الدوخة يعني عادي برغر مرغر ما بتفرق اليوم الأوف خلص اليوم الأوف راجع لإلك أنا ما بتدخل بيوم الأوف بعد يوم الأوف منبدأ بالجد عندي عشر أيام حمية متنوعة ما فيها جوع وما فيها يعني فقر بأصناف معينة بس فيها خلينا نقول عجز سعرات حرارية ومشوا بيعمل الجسم هون بنزل الشحوم بيحروم بس ضبط هون الشحوم بتنزل أسرع لأنه فيه ديتوكس قبل الجسم تفعل لك ختاما فيه ديتوكس إلو أنواع يعني فيه شي اسمو سن ديتوكس خضروات فيه ديتوكس دفاح فيه ما بعد شوكات منا هوني فواك ديتوكس فيه إلو أنواع ولا كيف يعني بصراحة الناس بلشت تتفنن بلشت تعمل ديتوكس أربعين يوم وشهر وكذا أصلا ديتوكس أنا بقول غير كل سنة مرة ما في داعي لأنه الشي اللي بيعملوا بعد أربعين يوم لما بتعيدي ما عد بتلاقي هالفرق فأنا ما بحس أنه هو لازم نعمله باستمرار أو هيك هو هالثلاث أيام خلينا على خضار وفواكه من بعد عن الفراولة والتوت والعنم نحاول ناخد قد ما فينا خضار الورقية والفواكه اللي ما فيه سكر مثل التفاح الأخضار مثلا والفواكه المجففين دخلها مع حمام مائي ويمنع الرياضة يمنع الرياضة طبعا شكرا لأيك أسماء جبري أخصصية التغذية شكرا لك يعطيكم ألف عام